يتطلع وفاق سطيف لتحقيق الثنائية الثالثة في تاريخه عندما يواجه شباب الوزداد في نهاية كأس الجزائر وسيدخل النسر سطيفيا لقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويج بلقب البطولة الوطنية الثامن في تاريخه محاققا لقابه السادس والعشرين في كل المنافسات ولم يتوقع المتتبعون تتويج الوفاق بالبطولة هذا الموسم نظرا للبداية الصعبة التي عرفها محليا وخروجه مبكرا من رابطة أبطال إفريقيا بقرار من الكاف بعد الأحداث التي عقبت خسارته داخل الديار أمام فرق ساندونز الجنوب إفريقي بداية الموسم لم يجد فيها الوفاق المصار الصحيح في البطولة المحلية مسجلا العديد من النتائج السلبية بقيادة المدرب السابق عبدالقادر عمراني وكانت الخسارة المسجلة أمام اتحاد العاصمة في الجولة الرابعة عشر بمثابة القطرة التي أفضت الكأس بالنسبة لعمراني بعدها تمكن النسر السطيفي من الرجوع إلى سكة الانتصارات عقب عودة المدرب خير دي المضوي إلى العارضة الفنية عودة كانت فأل خير على الوفاق حيث تمكن من تسجيل عدة نتائج إيجابية جعلت فريق الهضابة العليا يعتلي صدارة الترتيب إلى أن توجب لقب البطولة لقب سيشكل دافعا معنويا للتشكيلة السطيفية التي أصبحت تتطلع للتتوج بالكأس وتحقيق ثنائية جديدة إذن أبناء عين الفوار على موعد جديد مع التاريخ حيث يتطلع النسر الأسود لتجاوز عقبة شباب الوزداد كما حدث في نهاية 2012 وتحقيق الثنائية الثالثة في تاريخه والتحليق عاليا في سماء الكرة الجزائرية ترجمة نانسي قنقر